السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ اليوم بشرح درس القدوة والواجب للصف التاسع يتضمن النص رسالتين الرسالة الأولى تتحدث عن القدوة والرسالة الثانية تتحدث عن الواجب هذه الرسالة أرسلها أحمد أبي أمين إلى ابنه في بريطانيا أيبونية احرص على أن يكون لك مثل أعلى تنشده وترمي إليه في حياتك وليكن هذا المثل الأعلى مشتقا من شخصية عظيمة مصلحة تتفق ونفسك ومزاجك فإني أعرف فيك الجدة والإفراط في عزة النفس وقلة المجاملة فليكن مثلك مناسبا لهذا كله المعاني احرص حافظ مثل قدوة تنشده تطلبه ترمي تنتمي تتفق تتلاءم مزاجك ميولو الإفراط المبالغة مشتقا مأخوذا الجد الاجتهاد المجاملة المديح دون قناعة الفكرة الرئيسة الحرص على اختيار مثل أعلى استخرجي من النصف لأمر احرص توكيدا معنويا كله خبرا لفعلا ناقص مشتقا ومناسبا نعطا عظيمة والأعلى اسم إن الضمير اليأفي إني أداة نداء أي وهي نداء القريب وهنا القرب معنوي قربه من قلبه بني تصغير ابن وهنا جاء التصغير للتحبب وهي منادة منصو إن تحديدك للمثل الأعلى يحدد سيرك ويعين ما يقرب منه وما يبعده فأنت إذا قصدت الهرم أمكنك أن تعرف منه الطريقة المقربة والطريقة المبعدة أما إذا أنت استردت سبهلنا ولم تحدد لك غاية تخبطت في السير ولم تعرف ما يحسن وما لا يحسن سيرك طريقك الهرم القمة سبهلنا دون فائدة غاية هدف تخبطت إي سرت على غير هدى الفكرة الرئيسة التخطيط المستمر وتحديد القدوة يسهل المسير اسم إنا تحديدك فعلا مضارعا مجزوما لم تعرف ولم تحدد فعلا ماضيا تخبطت وقصدت وسرت مفعولا به سيرك والهرم والطريقة وغاية حالا سبهلنا والمثل الأعلى كثير التأثير مريح للنفس من عناء التفكير في كل لحظة فهو دائم الشخص أمام الإنسان يجذبه نحوه ويدعوه لأن يحققه وإن أعمال الإنسان وطريقة سلوكه تدل على أن له مثلا أعلى أو ليس له وإذا كان فما هو؟ وكل ما جرى من إصلاح للأفراد والأمم وتأليف لليوتوبيا أو المدينة الفاضلة فمن جاءه المثل الأعلى وبدونه يعيش الإنسان على ودسلة واحدة لا تتحسن عنى دعب الشخص الحضور وتيرى نمط من شأه أصله ونشأته يوتوبيا المجتمع المثالي الفكرة الرئيسة أهمية القدوة في إراحة النفس من التفكير استخرجي من النص خبر أن جبه جملة له مبتدأ المثل وهو ومن شأه ظرفا أمامه ونحوه إعراب مثلا أعلى مثلا اسم أن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة وأعلى نعت منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر وليكن لك في اختيار المثل عينان عين تنظر بها إلى وطنك وأمتك وعين تنظر بها إلى الأمم الأخرى ثم تختار المثل بالعينين معا ولتكن مرنا في اختيار المثل ولا تحتقر شيئا تقع عليه عينك فقد تستفيد الكثير من الأمر الصغير عينان نظرتان مرنا لينا في التلقي والعطاء تحتقر تهن الفكرة الرئيسة النظر والتفكير السليم لاختيار القدوة استخرجي من النص متنن العينين بدلا عين عين الأولى خبرتك مرنا إعراب عينان اسم يقل مؤخر مرفوع لعمة رفع الألف لأنه مثنى وهنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية الرسالة الأولى التي تتحدث عن القدوة وسنتابع في الحصة الأخرى الرسالة التي تتحدث عن الواجب ترجمة نانسي قنقر